اشتركوا في القناة حقائق الضرب في العدد واحد فهيا بنا نتوقع منك أيها الطالب في نهاية الحصة أن تكون قد تعرفت على حقائق الضرب في العدد واحد وأن تجد ناتج ضرب عدد ما بالعدد واحد وأن تستنتج أن ضرب أي عدد بالعدد واحد يساوي العدد نفسه في البداية سوف نقوم بعملية مراجعة سريعة لجداول الضرب ونختبر أنفسنا بهذه المراجعة أيها البطال وأيتها البطلة ونحل معا مسائل الضرب لما تم أخذه سابقا من الجداول السابقة وهي جدول الخمسة والأربعة والثلاثة والاثنان والحشرة السؤال الأول يقول أجد ناتج الضرب خمسة ضرب إثنان عندما نكرر الإثنان خمسة مرات ماذا يعطينا يا تاني؟ عشرة أحسنتم أربعة ضرب أربعة عندما أكرر الأربعة أربع مرات ماذا يعطينا؟ ستة عشر كم أنتم رائعون؟ ثمانية ضرب ثلاثة عندما نكرر الثلاثة ثمانية مرات ماذا يعطينا؟ أربعة وعشرون أحسنتم كم أنتم رائعون؟ ننتقل الآن إلى السؤال الثاني إذا كان ثمن القصة ديناران فما ثمن ثلاثة قصص نكتبها جملة ضرب ثلاثة ضرب اثنان نساوي ستة أحسنتم لنحولها إلى جملة جميع متكرر نكرر الاثنان ثلاثة مرات اثنان زائد اثنان زائد اثنان يعطينا ستة أحسنتم كم أنتم رائعون أم الآن سوف نشاهد هذا الفيديو معا لنتعرف عن أي جدول ضرب سوف نأخذه لهذا اليوم بإذن الله هل أنتم جاهزون؟ هيا بنا بعد سماعنا لهذا الفيديو عرفنا أن الجدول الذي لم نأخذه من قبل هو جدول الضرب واحد أحسنتم ما هذا الحيوان؟ نعم إنه السوس والسوس موجود داخل البيضة كم بيضة لدينا هنا؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة أربع بيضات في البيضة الواحدة يوجد سوس واحد هيا لنكتب هذه الجملة على شكل ضرب أربع بيضات في واحد أي سوس واحد كم؟ يعطينا أربعة أحسنتم عندما نكرر الواحد أربع مرات يعطينا أربعة وقد مرت معنا سابقا في حقائق الضرب والعدد أربعة عندما قلنا واحد ضرب أربعة يساوي أربعة هيا لنكتبها على شكل جميع متكرر واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد يساوي أربعة أحسنتم لننتقل إلى المثال التالي كم تفاحة في الكعكتين؟ لدينا كعكتان وكل كعكة بداخلها تفاحة واحدة هيا لنكتبها على شكل ضرب إثنان ضرب واحد يساوي إثنان أحسنتم كعكتان وكل كعكة فيها تفاحة واحدة لنكتبها جميع متكرر واحد زائد واحد يعطينا إثنان أحسنتم أي عندما أكرر واحد مرتان يعطينا إثنان كم أنتم رائعون؟ لننتقل إلى المثال الآخر لدى سلمة خمسة أشتار للزراعة قامت بزراعة ودة واحدة في كل منها فكم عدد الوردات؟ أمامنا يا تاني خمسة أشتار من الورد نكتبها جملة ضرب خمسة ضرب واحد نكرر واحد خمسة مرات يعطينا كم؟ نعدها واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة أحسنتم نكتبها جملة جمعة المتكرر نكرر واحد خمسة مرات واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد يعطينا خمسة كم أنتم رائعون؟ هل فهمتم الآن حقائق الضرب واحد؟ كما أنتم رائعون يا تام تعلمنا إذن أن العد القفزي وفهم آلية العد ومقدار الزيادة في كل مرة يساعد في حفز دول الضرب الرقم صف من البداية نقفز قبصة واحدة في كل مرة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هكذا نكون قد حفظنا وتوصلنا إلى جدول العدد واحد كما تعلمنا أن جمع العدد نفسه مرات عديدة يسمى الجمع العدد المتكرر كما استفنا سابقا وكما قلنا أن الضرب يساعد على إيجاد الناتج الكل للعناصر بطريقة أسرع والآن نقرأ معا جدول الضرب واحد واحد ضرب واحد واحد اثنان ضرب واحد اثنان ثلاثة ضرب واحد ثلاثة أربعة ضرب واحد أربعة خمسة ضرب واحد خمسة ستة ضرب واحد ستة سبعة ضرب واحد سبعة ثمانية ضرب واحد ثمانية تسعة ضرب واحد تسعة عشرة ضرب واحد عشرة ماذا نستنتج يا ثاني يا عزيز الطالب نعم أحسن عندما نضرب أي عدد بالعدد واحد يعطينا العدد نفسه أحسن أستنتج أن ناتج ضرب أي عدد في العدد واحد يساوي العدد نفسه إذن هل هو صعب حقائق الضرب في العدد واحد يا ثاني؟ لا علينا فقط أن نفهم أن ناتج ضرب أي عدد بالعدد واحد يساوي العدد نفسه حتى وإن كان الرقم كبيرا كم أنتم رائعون فلنفتح الآن معا على صفحة 64 حقائق الضرب في العدد واحد أمامنا عدة أسئلة سوف نحلها معا كم لؤلؤة في ثلاث محارات محارات البحر بداخلها كل محارة يوجد لؤلؤة واحدة ماذا نقول ثلاث لؤلؤات ضرب واحد ماذا يساوي واحد اثنان ثلاثة أحسنتم كم عصفورا في القفصين؟ أمامي قفصان وكل قفص يوجد عصفور واحد إذن نقول اثنان ضرب واحد ماذا يعطينا يا ثاني؟ اثنان أحسنتم كم وردة في ثلاث مزهريات؟ أمامنا ثلاث مزهريات وكل مزهريات يوجد وردة واحدة ماذا نقول ثلاث ضرب واحد ماذا يعطينا؟ ثلاث أحسنتم أنتم رائعون يا ثاني وأبطال نأتي الآن إلى ختام درسنا لهذا اليوم وهو الواجب المنزلي أتمنى أن تكونوا قد فهمتم حقائق الضرب العدد واحد لأنه سهل جدا وتعرفنا عليه وبسيط جدا ولا يحتاج منه إلى جهد كبير حتى أنا فهم لأنه سهل بالغاية الواجب المنزلي لديك يا ثاني أن تحول صفحة 65 بخط مرتب وجميل وواضح وأن تضر منك إجابتك بأن تصويرها لي وتبعتها لي عبر الواتساب وتحفظ الجدول العدد واحد جيدا لأنك رائع ومبدع أيها الطالب الأموي الرائع كم أنت رائع إذن أنتظر إجاباتكم يا ثاني وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع وأزركم الله خيرا ونراكم في درس آخر بإذن الله تعالى إلى اللقاء ونراكم في درس آخر بإذن الله تعالى